نفذ أبطال الجيش الوطني عملية نوعية خلف خطوط العدو في جبهة صلب مديريتنا من شرق صنعاء وقال مصدر العسكري للمركز الإعلامي القوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني توغلوا خلف خطوط الميليشيات الانقلابية في جبهة صلب وتمكنوا خلالها من القضاء على عناصر الميليشيات المتمركزة في الموقع وتدمير مدرعة قتالية بما فيها من أسلحة وذخائر متنوعة وأشر المصدر إلى أن الميليشيات الحثية أصبحت في أضحف حالتها وأن هذه العملية أصابتها بالرعب والهلع مشيدا بكفاءة أبطال الجيش الوطني وقدراتهم العالية على توجيه ضربات موجعة للميليشيات